بتجاعد يديه الثمانينية لا يزال يطرق بقوة مثبتا حزم الأخشاب ببعضها خالقا منها منشآت راسخة خمسة وخمسون عاما على علاقته مع المطرقة متجاوزا تحديات العمر ومعيقات الحياة فالشغف وحب العمل لم يثني أبا العبد عن مواصلة الإعمار صار لفترة طويلة جدا وأنا بشتغل في هذا الشغل خمسة وخمسين سنة تقريبا صار لفي مجال البناء والحمد لله هيني لحد الآن الله شف كان عليهم ومعطين الصحة وبنسطل هنا الحمد لله لحد الآن طبعا بيجوا علينا المهانسين بيجوا بقولوا والله يا أبو العبد احنا ما احنا جايين نهندس عليك قولوا يا عمي شو بتشم مني قالوا احنا جايين نكسب خبرة منك طيب يا سيد أهلا وسهلا يعني هاي 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 أجوه هنا هذي قديش بيذهب طول هذي شو بدك تسوي لها حديد أسجلهم أنا وهم بيحسبوه على طريقتهم أنا الوحيد في فلسطين قاطبة في سني أنا اللي بيشتغل في هذا الشغل أنا الوحيد طبعا كل العمال اللي اشتغلوا معاي علمتم بنا أنا عندي حب العمل حتى أوكل أنا لكم تمين تعلي شوف يعني أنا بحب إنه محتجش لا ابني ولا ولا حدا على الرغم من خشونة العمل وصعوبته إلا أن عزمه وصلابته تثبت إمكانياته ليكون من أكبر العاملين في مجال البناء عمرا الأمر الذي يثير الفضولة لمعرفة كثير من الأسرار حول صحته التي يتمتع بها باكرش وباشبع كثير بنام بدري وبكون بدري ساعة خمسة أنا هذه الأيام بكون أدف فيديا للدار أنا باشتل مع البلدية إما مقاولة أو يومية فالناس اللي بعرفوني ويجربوني أنا في الشغل والحمد لله موفقان وأنا بعتبرش أنه في عندي أنا واحد مهندس يراكب علي الله اللي براكب يعني عندي إخلاص في عملي إن بركة العمر هو حسن العمل لذا فإنه يضع جل إخلاصه ليصنع مستقبلا متقنا مشكلا صورة محفزة لغيره من الناس على مواصلة الحياة والسير فيها طالما الروح قوية صلبة فلا حاجز من العمر يقف أمامها رسالة يلمسها كل من سمحت له الفرصة ليتعرف على العام أبو العبد فبعمره الثمانيني يعمر مستقبل غيره من سلفيت لتلفزيون الفجر هبا مصطفى